السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد قصة النهاردة من القصص الغريبة اللي فيها المجرم بيتقمص أو بيقلد مجرم مشهور المجرم كان بيبعد رسائل غريبة وشفرات مش مفهومة حيرت الشرطة لمدة طويلة وعشان نعرف الحكاية من البداية خلينا نبدأ في قضية النهاردة القصة ابتدت في 31 مايو 1990 في بروكلين في شرق نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية المكان ده في الفترة دي كانت نسبة الجرائم الشنيعة فيه كتيرة جدا وفي 31 مايو 1990 الشرطة جالها بلاغ عن جريمة حصلت في كوينز بشرق نيويورك راجل كبير في السن كان مضروب برصاصة من الليلة اللي قبلها الراجل كان لسه عايش ونقلوه على المستشفى فالله حصل إن الراجل ده كان مروح بيته بالليل وهو داخل البناية بتاعته اتضرب عليه رصاص قدام بيته لما الشرطة وصلت كان فيه دم على الرصيف والعصايا أو العكاز بتاع الراجل الكبير ده كانت وقع على الأرض المهم الشرطة فتشت المكان قدام بيت الضحية فلاقوا كم حاجة مهمين يمكن تفيدهم في التحييات لقوا رصاصة في مصرح الجريمة ولقوا كمان على سلالم البناية ورقة محطوطة عليها تلت طباط الورقة كان مكتوب عليها بخط اليد ومرسوم عليها الزوديا كويل اللي هي عجلة الأبراج الفلكية وفيها تلت علامات أبراج المحاققين ما كانوش فاهمين منها أي حاجة واعتقدوا إن ممكن تكون الورقة دي بتاعة الراجل الكبير ولكن أخدوها معاهم للتحليل الجنائي يمكن يكون عليها أي بصمات أو أي حاجة وبعتوا كمان والرصاصة اللي لقوها للتحليل الجنائي الشرطة كملت تفتيش حوالين المكان واستجوبوا الناس اللي سكنة في نفس الشارع يمكن يكون في حد فيهم شاف حاجة تفيدهم في التحقيق ولكن مع الأسف ما وصلوش لأي معلومة مفيدة ولكن الحاجة الوحيدة اللي يعرفوها ومتأكدين منها دلوقتي هي هوية الضحية اسمه جوزيف بروتشي عنده 79 سنة كان راجل في حاله وما عندوش مشاكل مع أي حد ولذلك ما كانش فيه أي مشتبه فيه في الوقت ده جوزيف لما كان في المستشفى حالته ما كانتش تسمح أن المحاقين يستجوبوه وللأسف حالته كانت خطيرة فبعد فترة قصيرة اتوفى في المستشفى وفي الوقت ده خبراء التحليل الجنائي عرفوا نوع المسدس اللي طلع منه الرصاص فهما بيعتقدوا أنها طلعت من المسدس اسمه زيب جان عبارة عن إيه بقى السلاح ده هو سلاح مصنوع يدويا في البيت فبيتصنع من أنابيب وجهاز بيخلي الرصاص يطلع من المسدس الحاجة التانية اللي كانت موجودة في مصرح الجريمة هي الرسالة الغريبة العجيبة اللي محدش كان فاهمها واللي كانت موجودة على سلالم البناية في الرسالة كان مرسوم عجلة الأبراج وفيها علامات لتلت أبراج وكان مكتوب في الرسالة تهديد غريب بس في نفس الوقت مش مفهوم كان مكتوب الآتي الاثناشر برج هيموتوا لما حدود الجنة تتشاف طبعا كلام عجيب محدش فاهم منه أي حاجة فالمحاين حاولوا يشوفوا لو فيه بصمة أصابع على الورقة بس للأسف ما كانش عليها أي بصمات وما فهموش أي حاجة من الرسالة العجيبة دي المهم بعد الحادثة دي بإسبوع صحفية اسمها أن ماري استلمت جواب في مكتبها جوا الجواب كان فيه رسالة مكتوب فيها أنا الزوديك ورسمة على شكل دايرة ومقسومة أجزاء وفيها العلامات بتاعة الأبراج كاتب الرسالة قال إن هو قتل ثلاث أشخاص في آخر ثلاث شهور فالصحفية حست إن الشخص اللي باعت الرسالة مش بيهذر وإن ممكن يكون فعلا عمل اللي مكتوب في الرسالة فاتصلت بالشرطة على طول وقالت لهم على الرسالة اللي جات لها المحاقين أول ما شافوا الرسالة أدركوا على طول إن اللي باعت الرسالة للصحفية هو نفس الشخص اللي كتب الرسالة اللي عندهم اللي لقوها على سلالم البناية نفس خط اليد ونفس الكلام الغريب وعاجلة الأبراج اللي مش مفهومة المحاقين طلبوا من الصحفية إنها ما تنشرش أي حاجة دلوقتي في الجريدة وبعدوها إنها هتكون أول واحدة تعرف أخبار القضية أول بأول بس ما تنشرش أي حاجة دلوقتي فدلوقتي الرسالة اللي كانت مبعوطة للصحفية كان فيها أماكن وتواريخ وموعيد القتل اللي حصلوا بالزبط فالتاريخ التالت هو 31 مايو الساعة 2 و 4 دقايق الصبح وهو نفس التاريخ والمعاد بالزبط لما جوزيف اتضرب بالرصاص الرسالة ما كانتش للتنبيه أو التحذير ولكن كان بيقول إن هو المسؤول عن 3 جرائم خلاص حصلوا وكأنه بيتباهب اللي هو عمله المهم المحايين في الوقت ده ما كانوش عارفين إيه هم الجريمتين التانيين اللي هو بيقول عليهم إنه مسؤول عنهم فالمحايين راجعوا التواريخ اللي قالها في الرسالة فاكتشفوا إن كان فيه وقعتين ضرب رصاص حصلوا قبل جريمة جوزيف في مكان قريب جدا من بيت جوزيف في الشارع اللي جنبه والحصن الحظ إن الاتنين ناجوا من ضرب الرصاص الجريمة الأولى حصلت في 6 مارس 1990 واحد اسمه ماريو أوراسكو الراجل ده كان بيمشي بعكاز لإن كان عنده إعاقة في رجله فاللي حصل إن ماريو كان مروح بيته بعد ما خلص الشغل بتاعه على الساعة واحدة ونص الصبح ماريو كان كل يوم بيروح بيته في نفس المعاد وبيمشي في نفس الطريق ولكن في اليوم ده واحد طلع عليه لابس قناع على وشه وضرب عليه الرصاص من الخلف ولكن ماريو قدر إن هو يوصل لغاية بيته ويتصل بالإسعاف والأسف ماريو ما قدرش يقول على مواصفات المجرم لإن المجرم كان لابس قناع على وشه وما كانش فيه أي أدلة في مصرح الجريمة فما كانش فيه في الوقت ده أي حاجة في إيد الشرطة يقدروا يعملوها علشان يوصلوا للمجرم الجريمة التانية اللي حصلت بعدها كانت شبه الأولانية جدا وحصلت في 29 مارس 1990 في الليلة دي واحد اسمه هيرمن مونتنديرو بعد ما خلص الشغل شرب كحول كتير جدا لغاية ما سكر وبعدها قرر يروح البيت وقبل ما يدخل البيت المجرم ضرب عليه رصاصة وجري لحسن الحظ والد هيرمن سمع صوت الرصاص فطلع من البيت وأخده بسرعة على المستشفى ولكن للأسف لا هيرمن ولا والد هيرمن شافوا المجرم وما كانش فيه أي شهود عيان ولا أدلة في مصرح الجريمة فدلوقتي المحاقيين اتأكدوا أنه فعلا كان فيه جريمتين قبل جريمة جوزيف بالضبط زي ما هو آيل في الرسالة وبكده أغلب الظن أنه هو فعلا المسؤول عن الثلاث جرائم المشكلة أن المحاقيين أدركوا من الرسالة حاجة في منطقة الخطورة أن علامات الأبراج اللي موجودة في الدايرة بتتماشى مع تواريخ ميلاد وأبراج التلات ضحايا والسؤال هنا إزاي المجرم عرف تواريخ ميلادهم؟ هل ممكن يكون المجرم يعرف الضحايا اللي بيختارهم؟ ولكن في حاجة تانية لاحظوها اتقررت في كل الجرائم فلو تاخدوا بالكوا أن واحد من الضحايا كان سكران ليلتها وطبعا مش شايف قدامه والاثنين التانيين كانوا ماشيين بعكاز فاحتمال يكون المجرم اختارهم لأنهم ما يقدروش يدفع عن نفسهم دلوقتي المحاقيين كانوا خايفين أن المجرم ده يحاول يقتل مرة تانية وكانوا بيتعاملوا معايا على أساس أنه هو قاتل متسلسل وكانوا عايزين يمسكوه بسرعة بأي شكل فالشرطة سمحت للصحافة تكتب عن الموضوع علشان الناس تاخد حذرها فالصحافة نشرت الحكاية والرسالة اللي كانت مكتوبة من المجرم والموضوع كان على الصفحات الأولى لكل الجرائد والإعلام سماه السفاح زودياك وفي الوقت ده الشرطة عملت كل اللي تقدر عليه علشان يلاقوا الزودياك ولكن بدون أي نتيجة ولكن السؤال المهم هنا والمحير في نفس الوقت هل ده فعلا الزودياك نفسه اللي رعب الناس في سان فرانسيسكو من عشرين سنة؟ هل قرر إن هو يرجع تاني في نيويورك؟ زودياك سان فرانسيسكو المشهور ارتكب جرائم كتير في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ومحدش قدر يوصله أو يعرف شخصيته لسنين طويلة وكان بيبعت رسائل بشفارات ورموز غريبة للصحافة وبيقول إن هو قتل 37 شخص وبعض من الرسائل بتاعته كان فيها نفس الدائرة وجواها خطين متقطعين تمام زي الرسائل المبعوطة دلوقتي في نيويورك رسائل زودياك سان فرانسيسكو فيها شبه من رسائل زودياك اللي ظهر فجأة في نيويورك فالمحاقيين بعتوا نسخة من الرسالة اللي عندهم للمحاقيين في سان فرانسيسكو علشان يقرنوها بالرسائل اللي عندهم من الزودياك فهل يطرى هيتطبقوا ولا لا؟ بعد التحليل الجنائي النتيجة كانت غير متطبقة خط اليد والاسلوب كان مختلف تماماً يعني كاتب الرسالة مش هو نفس الشخص مش هو الزودياك المشهور بتاع سان فرانسيسكو فالمحاقيين اتأكدوا ان المجرم بيحاول يوهمهم انه هو الزودياك سان فرانسيسكو واحتمال يكون مجرم مهووس ومتقمش شخصية الزودياك فالمحاقيين بدوا يشوفوا تفاصيل الرسالة والمعلومات اللي عندهم للثلاث جرائم اللي ارتكبها الزودياك اللي هو مش حقيقي اللي هو بتاع نيويورك لانه واضح انه هو عايز يوصل رسالة محددة من علامات الابراج اللي موجودة في الرسالة فواحد من المحاقيين لاحظ ان الجرائم كلها حصلت في يوم خميس وان المجرم بيرتكب الجريمة كل واحد وعشرين يوم فلما المحاقيين شافوا النتيجة لقوا ان كلام المحقق صح ولو هو فعلا كده يبقى يوم عشرين يونيو 1990 هو معاد الجريمة الجديدة فهل فعلا تخمين وحسابات الشرطة صح ولا دي مجرد صدفة طب دلوقتي هم بقوا عارفين اليوم والمكان والوقت اللي المجرم ناوي يرتكب فيه جريمته الجديدة فلذلك الشرطة استعدت كويس قوي في اليوم ده وكان فيه مئات من زباط الشرطة والمحاقيين والمخبرين في كل مكان ولو حد ماشي في الشارع الساعة 2-3 الصبح وشكله مريب او معاه مسدس ممكن يكون هو ده الزودياك اللي بيدوروا عليه ولكن مفيش اي حاجة حصلت الليلة دي ورجال الشرطة مشيوا من المكان ولكن على الساعة 6 ونص الصبح الشرطة جالها بلاغ عن واحد اضرب عليه الرصاص في حديقة سنترال بارك فراحوا بسرعة هناك والحسن الحظ ان الضحية نجت واخدوها على المستشفى الضحية كان راجل متشرد وعايش في الشارع وكان احيانا بينام على البنش اللي هو في الحديقة المهم الشرطة لقيت الرصاصة على البنش اللي كان نايم عليه الراجل ولما بعتوا الرصاصة للتحليل الجنائي طلعت متطبقة مع الرصاصة من جريمة جوزيف لقوا كمان في مصرح الجريمة رسالة المجرم كان مسبتها وحطت عليها طوبة الرسالة كان كتب فيها ايه اللي هيحصل بعد كده ودلوقتي اضاف علامة رابعة في عجلة الزوديك وهي علامة برج السرطان المحاقين استجوبوا الضحية في المستشفى الراجل المتشرد وقال ان اسمه لاري بيرهم وسألوه عن تاريخ ميلاده وبرجه فقال برج السرطان ودي كانت حاجة غريبة جدا اربع جرائم وكلهم بدربة رصاص واحدة والمجرم عارف البرج الصح لكل واحد من الاربع ضحايا والسؤال اللي بيطرح نفسه ازاي عارف تواريخ ميلاد الاربع ضحايا بس اللي يخوف دلوقتي ان اللي بيحصل ده والرموز اللي في الرسائل معناها حاجة واحدة بس ان كده هينتهي بهم الامر بضحية جديدة من كل برج علشان يكمل ال 12 برج المهم المحقيين بعتوا اخر رسالة لقوها في اخر جريمة للمختبر الجنائي على امل ان هم يلاقوا اي بصمات على الورقة وفعلا حظهم كان حلو المراضي لان كان فيه بصمات على الرسالة بصمة الابهام والسبابة واخيرا بقى فيه دليل مدي قوي عندهم ممكن يساعدهم انهم يوصلوا للمجرم المهم رجعوا البصمات مع قاعدة البيانات اللي عندهم ولكن ملقوش اي بصمة متطبقة فالمحقيين قرروا يزوروا تاني لاري في المستشفى على امل ان هو يوصف المجرم اللي عمل فيه كده فلاري قال ان هو ما شافش المجرم ولكن حكى لهم على حكاية حصلت معاه يومين تلاتة قبل الحدثة قال ان فيه واحد جه وقاعد جنبه على البنش وتكلم معاه شوية وهما بيتكلموا سألوا انت برجك ايه فاغلب الظن ان ده هو المجرم المشكلة ان لاري ما كانش فاكر شكل الشخص ده كويس ولكن رسموا اسكتش بالمواصفات اللي هو فاكرها فلاري قال ان هو عنده شنب سميك وشعر كتير في وشه واصمر البشرة من اصل افريقي الموم الشرطة نشرت الاسكتش ده في كل وسائل الاعلام علشان لو اي حد اتعرف على الشخص ده يبلغهم على طول فالاسكتش كان في الصفحة الاولى على كل الجرائد واتنشر في كل محطات التلفزيون الزودياك اللي رعب نيويورك في عز الليل وبيقتل واحد كل واحد وعشرين يوم فالنتيجة كانت بلاغات كتيرة جدا من ناس شافت الراجل ده اللي في الاسكتش بس للأسف ولا واحد منهم كان هو المجرم اللي بيدوروا عليه ومن كتر من المحايقين احتاروا انهم يفهموا الرسائل بتاعة الزودياك والكلام العجيب اللي مالوش اي معنى فكلموا واحد يعني ايه لو في الكلام العجيب ده واحد من الناس اللي هم بيحبوا علم الفلك والابراج علشان عايزين يعرفوا ويفهموا المجرم المجنون ده عايز يقول ايه ولكن برضو الراجل ده يعني غالبا هو كمان مافهمش اي حاجة المهم المحايقين بدأوا يستعدوا لليوم اللي المجرم بيقتل فيه واللي بيحصل كل واحد وعشرين يوم وهو التلات اتناشر يوليو فزباط الشرطة كالعادة كانوا في كل مكان حوالين حديقة سنترال بارك وبروكلين وكلهم امل ان هم يبودوا عليه ولكن الزودياك ما عملش اي حاجة الليلة دي فكل اللي في ايد الشرطة دلوقتي انهم ما يستنوا واحد وعشرين يوم كمان ولكن يعدي واحد وعشرين يوم كمان ومافيش لاحس ولا خبر من الزودياك ويعدي واحد وعشرين يوم كمان وبرو مافيش اي خبر عن الزودياك وكل واحد وعشرين يوم الشرطة تستعد وتكون في المكان في نفس التوقيت بالليل ولكن من غير اي نتيجة واضح ان الزودياك بيلعب معاهم او ممكن يكون الزودياك غير خطته او قرر ان هو يبطل اللي هو بيعمله لان ماكانش فيه اي جرائم جديدة ليها علاقة بالزودياك ومافيش رسائل جديدة بتتبعت من المجرم للصحافة وبكده اصبحت فرصة الابض عليه بقت صعبة وتراكنت القضية على الرف وتعد السنين لغاية ما نوصل لاغسطس 1994 يعني بعد اربع سنين تقريبا من اول جريمة لزودياك نيويورك صحفية استلمت جواب فيه رسالة من الزودياك بيقول فيه الآتي لو فاكرين ان انا بطلت ووقفت انا ما بطلتش وقال ان هو ضرب الرصاص على اربع اشخاص ما بين 1992 و 1994 في الفترة اللي المحاقيين كانوا فاكرين فيها ان خلاص ما بقاش فيه زودياك متلخبطين في عدد الجرائم فتعالوا نقول عدد الجرائم الزودياك في خلال الاربع سنين اللي فاتوا من ساعة ما ابتدى لغاية سنة 94 مسؤول عن ثلاث ضحايا ماتوا وخمسة لسا عايشين المحاقيين كمان اكتشفوا ان كل واحد من الاربع ضحايا من الجرائم اللي حصلت مؤخرا كل واحد فيهم مولود في شهر مختلف يعني برج مختلف فدلوقتي المحاقيين رجعوا تاني يهتموا بالقضية لان الزودياك رجع ويمكمل الخطة اللي ابتداها من اربع سنين المرة دي زودياك في الرسالة الاخيرة اضاف يعني ايه اكواد ورموز جديدة هو الراجل بيحب يبقى متجدد عشان يعني المحاقيين ما يزهقوش المهم كان راسم الدايرة اللي فيها التقاطع وكان كاتب NYPD اختصار لقسم شرطة نيويورك الرموز اللي استخدمها في الرسالة كان فيها عالم البحرية وكان فيه محاقيين متخصصين في فك الشفارات والاكواد في الشرطة وكانوا بيشتغلوا قبل كده في البحرية فالمحاقيين دول فكوا الكود اللي كان في الرسالة واللي بيقول فيه الآتي انا الزودياك وانا المتحكم ولسه فيه اكتر يعني الراجل ده لسه مكمل في طريقه المهم المحاقيين استجاوبوا واحدة من الضحايا اللي نجوا فقالت لهم عالم علومة خطيرة جدا قالت انها شافت المجرم وهو بيقرب منها ومعاه مسدس في ايده فهي يعني ايه لمحيته كده على السريع وبدأت توصفه وقالت ان هو راجل من اصل لاتيني من امريكا اللاتينية وعنده شنب سميك وكان لابس طاية فوصف البنت كان مختلف عن وصف لاري لانها قالت ان المجرم وصوله من امريكا اللاتينية مش من افريقيا زي ما لاري كان بيقول فالسكيتش اللي كان عندهم طول الوقت ده بالمواصفات اللي لاري قالها لهم كان اغلب الظن مش صح لان لو تفتكروا لاري ما كانش فاكر شكل المجرم قوي فدلوقتي بقى معاهم وصف مختلف للمجرم ومعاهم اهم دليل في القضية وهو بصمات الاصابع اللي كانت على الرسالة اللي لقوها سنة 1990 في حديقة سنترال بارك فبدأوا يشوفوا الناس اللي اتقابض عليهم قبل كده في نفس المنطقة دي وقرنوا بصماتهم مع بصمات المجرم اللي عندهم بس للأسف مفيش ولا بصمة كانت متطبقة ويعدي سنتين من غير اي نتيجة لغاية 18 يونيو 1996 في اليوم ده الشرطة جالها بلاغ البلاغ ده هيكون السبب في حل القضية البلاغ كان على الساعة 12 الدور واحد اتاخد كراهينة في منطقة بروكلين فرجل الشرطة راحوا المكان وحصروه من كل الاتجاهات والرجل اللي ااخد الراهينة كان في شاقته في مبنى والزباط الشرطة تحت في الشارع والراجل كان واقف في الشباك وبيضرب النار على رجال الشرطة الراجل خلص كل الزخير اللي معاه على رجال الشرطة يعني حاجة كده زي ما بتشوفوها في الافلام الامريكاني المهم الشرطة حاولت تتكلم مع الراجل ده وتتفوض معاه علشان يستسلم ويسيب الراجل اللي واخده راهينة واخيرا بعد ساعات من المفاوضات مع الراجل ده قرر ان هو يستسلم وعرفه ايه الحكاية فاتضح ان الراجل ده اختلف مع اخته والبوي فرند بتاعه اللي كانوا قاعدين وقتها عنده في الشقة فهما كانوا مشغالين مزيكة عالية جدا على الصبح فالموضوع ده ما كانش عاجبه فقال لأخته اطفل مزيكة فهي كمان ما عجبهاش الكلام ده وكلمة من عنده على كلمة من عندها اتنرفز عليها ضرب عليها رصاصة هي عارفة تهرب ولكن صاحبها كان موجود في الشقة واتزنق ومعرفش يهرب واصبح راهينة عنده ومش عارف يطلع من الشقة المهم بعد ما الراجل ده استسلم رجال الشرطة كانوا على سطح البنية فنزلوا جردل للشباك بتاعه علشان يحط فيه كل الاسلحة اللي معاه فحط المسدسات اللي عنده وكل المسدسات اللي حطها كانت من نوعية واللي هي مصنوعة يدويا في البيت وبيقول ان النوعية دي من المسدسات كان زمان بيستخدمها الاطفال الصغيرين للعب بس طبعا اكيد يعني مش بزخيرة ورصاص حقيقي والمهم قبضوا على الراجل ده واخدوه على قسم الشرطة وقال ان اسمه هيربيرتو سيدا ومشهور باسم ادي وعنده 28 سنة من بروكلين المحاقين قالوله عايز محامي نجيب لك محامي قبل الاستجواب فهو رفض وما كانش عايز محامي فالمحاقين سألوه ايه اللي حصل بالزبط وطلبوا منه انه هو يكتب اللي حصل على ورقة فايدي كتب اللي حصل على الورقة ولكن الغريب انه في اخر الرسالة رسمت دايرة اللي فيها تقاطع وحط رقم سبعة حوالين التقاطع لما المحاقق شاف الرسمة لفتت نظره وعلى طول دماغه راحت لرسائل الزوديك اللي كانت مالية الاخبار المحاقق دا مش من المسؤولين عن قضية الزوديك فبلغ المحاقق المسؤول عن قضية الزوديك وخلاه يشوف الاعتراف اللي ايدي كتبه بخط ايده وقالوله كمان على نوعية المسدسات المصنوعة يدويا اللي كانت مع ايدي فالمحاقق بعت الورقة اللي ايدي كتبها بخط ايده للخبير الجنائي علشان يقرنوها برسائل الزوديك اللي عندهم فالخبير قال ان الحروف في الرسالتين متشابهين جدا والاسلوب كمان لانه هو بيحط تلت خطوط تحت بعض الكلمات ونفس الشيء في الورقة اللي كتبها ايدي يعني باختصار ايدي هو كاتب الرسائل هو زوديك نيويورك اللي مدوخهم بقاله ست سنين فالشرطة وجهت لايدي تهمة اطلاق الرصاص على زباط الشرطة وفضل عندهم في الحجز وطبعا اخدوا بصماته وبعتوها على طول لخبير بصمات علشان يقرنوها ببصمات المجرم اللي كانت على الرسالة من جريمة لاري والنتيجة كانت متطبقة تماما فكده المحاقيين اصبحوا متأكدين بالدليل القاطع ان هيربيرتو سيدا هو زوديك نيويورك بس المحاقيين كانوا عايزين يعترف بنفسه على الجرائم اللي هو ارتكبها المهم بعد ساعتين من الاستجواب مع ايدي بدأ يعترف بكل الجرائم اللي هو ارتكبها وتم توجيه ثلاث تهم قتل وخمس محاولات قتل لأيدي سيدا المحاقيين ما كانوش مصدقين ان الشاب ده اللي هو يعني شكل وسيم وكيوت وعنده 28 سنة بس هو الزوديك اللي بقى لهم سنين بيدوروا عليه بس ايه اللي يخلي شاب زي ده يعمل كده فالمحاقيين عرفوا الخلفية بتاعت ايدي وانهو اتولد في بروكلين وهي طبعا منطقة يعني صعبة جدا يعني فيها تجار مخدرات وفساد وناس اخلاقها سيئة جدا فايدي ما كانش شخص اجتماعي وما كانش عنده اي اصحاب ومعظم وقته كان بيقضيه في قرية كتب عن المسدسات وكان بيتفرج طول اليوم على التلفزيون فهو كان منعزل عن العالم الخارجي وقال ان كان فيه برنامج في التلفزيون عن الزوديك بتاع سان فرانسيسكو وشاف ازاي الزوديك ما تمسكش لغاية النهار ده فزي ما تقوله كده الموضوع كان مبهر جدا بالنسباله وبقى عايز يبقى زي الزوديك الاطباء النفسيين قالوا ان الدافع عند ايدي انه كان عايز يلفت الانتباه ليه باي طريقة ويحس ان هو مهم لانه عمره في حياته ما حس بالاحساس ده وفي 1998 ابتدت محاكمة ايدي سيدا وكان فيه ادلة كتيرة مادية ضده المسدس والرصاص وبصمات الاصابع وتضح كمان ان كان فيه دي ايه على طابع بريد على الظرف اللي اتبعت للجريدة في 1994 فكده فيه ادلة مادية كتيرة قوية جدا بتثبت ان هو الزوديك بتاع نيويورك حصلت حاجة غريبة في المحكمة اثناء المحاكمة ايدي تعصب جدا وهو بيسمع شهادة الشهود ضده وبدأ يزعق وقال ان هو مش عايز يكمل المحاكمة ومش عايز يسمع اي حاجة وفجأة جاري ناحية القاضي وكان عايز يهجم عليه في قلب المحكمة هيئة المحلفين قرروا ان ايدي سيدا مزنب واتحكم عليه ب152 سنة في السجن بس فيه سر واحد ايدي رفض ان هو يقوله وهو ازاي عرف تواريخ ميلاد الاربع ضحايا عمره ابدا معترف ولكن المحاقين خمنوا ان اول ضحية كان عنده روتين بيعمله كل يوم فادي عارف كل خطواته ومشي وراه وممكن يكون شاف البريد بتاعه وعارف تاريخ ميلاده الضحية التانية قال ان هو الباسبور بتاعه ضاع في نفس الليلة اللي اتضرب عليها الرصاص فممكن يكون ايدي هو اللي اخد الباسبور وعارف تاريخ ميلاده والتالت ممكن يكون شاف محفظته بعد ما ضربه يعني طلع على المحفظة وشاف الهوية وتاريخ الميلاد والرابع هو اصلا اتكلم معاه وعارف منه تاريخ ميلاده ودلوقتي ايدي في السجن وبيقضي عقبته وبيقال ان ايدي حاول ان هو يصالح اخته بس هي ما سمحتهوش ولولي ايه رأيكم في ايدي واللي عمله ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشوفكم الفيديو الجاي على خير مع السلامة اشتركوا في القناة